تواردت أنباء عن تفشي مرض الإيبولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض شبكات الإعلام وخاصة في إقليم كردستان وأربيل إنها سجلت حالات إصابة بهذا المرض وما يدعى به زيادة انتشاره خطأ في تفسير المعلومة للإصابة بفيروس آخر والخبر انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأسف وعطينا التوضيحات اللازمة والإطمئنان للمواطنين رازم الفيروس كريم يان كونغو مشتبى بالأمراض بأعراض الفيروس الإيبولا لكن خفيف أقل يعني الخطورة مالتها أقل من خطورة الإيبولا وتم القضاء السيطرة على المرض اكتشف هذا المرض منذ السنوات السبعينات الماضية في غرب القارة الأفريقية وكثرة وبائه في الدول الأفريقية ومثلا دولة الكونغو وهذا المرض لم يسجل في العراق ولا في دول الجوار أي حالة أطلاقا نحن كدائرة الصحة الأربيل لحد الآن لم تسجل أي حالة مرض الإيبولا لأن هذا المرض حاليا موجود فقط في أفريقيا وهس في دولة كونغو بالذات أكو مثل الوباء صاير صارت دعايات بينه إيبولا بس هذا المرض موجود فقط حاليا في دول معينة في أفريقيا الوسطى وفي غرب أفريقيا وأكو دول منقول إليها من أفريقيا بس الحمد لله لا في العراق ولا في الإقليم ولا في أربيل عاصمة إقليم كردستان ما مسجل أي حالة من حالات الإيبولا تم في وزارة الصحة في أربيل عدم وجود أثر لهذا المرض مرض الإيبولا وعدم الإصابة به ولا يسجل أي رقما في هذا المرض رياض عزيز قناة الرشيد